مرحبا برج الميزان اهلا فيك في القراءة الاسبوعية لك رح تكون للاسبوعين القادمين مغر احد الطالع الشمسي والقمري الاولى هو الشمسي الا اذا ما انطبق معاك عزيزي برج الميزان انت اشوفك قانع راضي الجانب العملي من حياتك حاليا ما ادري ليش احسك مو جدا متحفز ان تصعد وان تنجز اكثر وان تحصل على اموال اكثر ما عندك هاي الطاقة عندك طاقة الاكواب طاقة الاكتفاء حتى كرت الاعتدال او التامبرانز كرت برج القوس يملك الاكواب ويملك انصر الماء فاشوفك قانع راضي ولكن في قرارة نفسك ان تدرك ان الوضع الحالي هو مجرد عتبة مجرد مرحلة سيحين الوقت وان كنت مرتاح وجدا خلاص حسيت ان البيت بيتك حسيت ان هذا الوضع ممكن تعيش فيه لفترة طاولة هي مجرد مرحلة انتقالية اوكي عليك ان تدرك هذا الشيء لان اذا ظليت مخلي متاعك في هاي المكان ومخيم سيكون صعب ان يوم من الايام تنسحب وتجد لنفسك شراكات افضل عروض افضل ان كانت في زواج ان كانت في وظيفة ان كانت في التجارة بشكل عام ان كانت في دول احتمال ان تستقطبك في الفترة القادمة ولكن انعزالك وقبولك بالواقع في الفترة الحالية احسك جدا غير متشجع من اجل التغيير هذا اللي رح يأثر عليك في نهاية مثل ما نقول الطفولة او الراحة يجب ان تنتهي يوم من الايام انت مو مرتاح لان انت وصلت لكل شي تبيه حاليا انت مرتاح لان الوضع الحالي صار مألوف بالنسبة لك مهم جدا ان تكون دائما جاهز ومستعد ان تحزم متاعك وتنتقل الوقت اللي يأتيك في عرض جديد عرض افضل موافقة الان الان احس ان في عنصر التوقيت مهم عندك رح يكون بعد كل هاي فترة الركود رح في وقت من الاوقات تصعد صعدة كبيرة فمهم ان تكون مثل ما نقول متاعك اصلا جاهزة عشان انتقالك يكون سلس لان اذا انتقالك ما كان سلسة تنتهي في مطاف او في النهاية تحاول ان تعالج التغيير الكبير اللي انت مريت فيه ستمر بتغييرات كبيرة ولكن اذا من الحين ما جهست نفسك لها ما اخذت الحيطة والحذر وحطيت في بالك ان في نهاية اليوم لازم اما رح اصعد بالوظيفة واذا كنت في زواج اما سيأتوني ابناء لازم اجهز نفسي واحط في بالي ان المسؤولية والتوفير وكذا كذا احط في بالي ان البزنس رح يطلب مني اكثر اذا ما حطيت هالأمور في بالك رح ينتهي بك في نهاية المطاف وقت اللي العروض كلها جاهزة من اجلك انت قاعد تسوي التعادل تأخذ كأسين تحاول ان تحقق التوازن لنفسك في مرحلة متأخرة في مرحلة انت المفروض خلاص اخترت فيها العرض اللي تريده وتتوجه وتعمل ما يجب ان تعمله رح بعدين ان تحاول ان توازن نفسك وتتقبل الواقع الواقع ان التغيير اتي لا محالة هذا اللي قاعدة اسمعه لك التغيير اتي لا محالة رح اسحب لك كرتات ثانية نشوف ما هي الرسالة لك لان اول رسالة كانت جدا واضحة يعني في اول رسالة كانت اشوفك كم مثل الطفن اللي صار مرتاح في ملابسها ويحبهم ولكن حان الوقت ان الملابس صار ضيق عليه انه هو نمى بما فيها الكفاية مستعد لملابس اجدد الملابس الاجدد مستعدة لك ولكن اذا تأخرت هذه هي الفكرة اذا تأخرت ستصل الى مرحلة جدا صعب فيها ان تنتزع الملابس القديمة بسبب ضيقها طبعا تنتزع الملابس القديمة من على جسدك فكون واعيا لهاي المرحلة ومستعد لها المرحلة القادمة ايضا مرحلة فيها حيرة لك يا برج الميزان هال ابقى هالارحل اوكي لديك كذا خيار ومش عارف شنو تختار اوكي عندك ايضا سبعة الاكواب تحس ان مهما تختار رح يكون كأنما خيارك خاضع خلا نشوف احتمال ايضا في ناس يحاولون نشوشون عليك لحظة في ناس يحاولون نشوشون عليك بسبب انشغالك انت مشغول ما عندك وقت ان تنتبه للتفاصيل فعندما تأتيك العروض او الاستمارات الطلبيات انزين الامور اللي لازم تهتم فيها بالعمل تحاول ان تنجزها باسرع وقت ولكن في اشخاص ممكن يكونوا عملاء ممكن يكونوا كاستمر ممكن يكونوا الناس محيطين محيطين فيك في محيط الاسرال اهل الاصدقاء يحاولون يزيدون على ثقلك ثقل يزيدون على تشويشك تشويش انت مشغول وما تقدر تخسر وقت زيادة مع هذلين الاشخاص اوكي محتاج طاقة ملك الاغصان ملك الاغصان يجلس على عرشة ويعطي اوامر وبثقة بسرعة يوازن الامور بسرعة يعرف يفصل ما بين العقل والعاطفة ما بين شوف هني ليش انت معارف تفصل لان الكثير من الاكواب الكثير من الاشياء الاستمارات الطلبات الاشخاص اللي يتكلمون معاك احتمال في محيط العمل يريدون منك ان تقوم بالاجراءات وتنهي اعمالهم او تنهي توصيل البضاعة لهم مثلا ولكن بعضهم يتعمدون ان ياخذون الكثير من وقتك اكثر من اللازم فانت في حيرة ما هو التصرف الصحيح اشلون اوازن نفسي انا برج الميزان برج الاتزان اشلون اوازن نفسي ما بين الناس اللي فعلا يستحقون اهتمامي ووقتي اوكي ممكن يكون على اي صعيد عندك في الحياة قلت لك اجتماعي عاطفي في البزنس في التجارة في اشياء مهم ان جدا تهتم لها حاليا وبشكل مباشر وفي اشياء غير مهمة في الكواليس قاعدين مجرد ناس متمللين يحبون ان يحظون بالاهتمام وياخذون اكثر من اللازم من حقهم منك فجدا حافظ على اتزانك اعرف الى ماذا توجه طاقتك ما هي الاكواب المهم ان تختارها في الفترة القادمة وتوجه لها طاقتك خذ طاقة ملك الاخصان الملك اللي ما يلاعب ما يسمح لأحد كل الملك بشكل عام ما يسمحون لأي احد يضيع وقتهم ولكن بخصوص ملك النار ما عنده وقت ضيعة يعرف وجود هذا الكارت يقولي انت تعرف نوعية هذلين الاشخاص اللي يحبون ضيعون وقتك دائما احنا نتعامل بشكل يومي مع الناس يفيدوننا ونفيدهم وكل واحد يروح في طريقة هذلين يحبون يحمون حولك اضيعون وقتك لانهم لديهم الكثير من الوقت والفراغ في حياتهم الخاصة عندنا وقت اربع سورة عندنا كارت اربع كارت الاساسات او العش الجديد الحياة الجديدة تعرف ليش لان انت في الفترة القادمة غير انك محتاج للتوازن غير انك الاستقرار جدا مهم بالنسبة لك لان هذا الشي اللي انت مقبل عليه العمل الجديد او حتى انت ممكن العلاقة الجديدة بمثابة الطفل الراضيع شي جديد توا قدم الى هذا العالم محتاج منك الكثير من التركيز الاحتمام التوجيه عشان تكون اساساتك مستقرة عندك اربع اساسات في الارض اذا ما حافظت على استقرارها فسيكلفك هذا الشيء غاليا صراحة يدرج الميزان هذلين الاشخاص تحذير لك ايضا ان اذا حاولت ان تتوازن معهم او تكون عادلا معهم تعطيهم الوقت اللازم يمكن شخص ايضا يرجع لك من الماضي ويطالب ان يرجع معك العلاقة وانت اصلا مضيت في طريقك ومستعد للزواج بشخص ثاني فهذا الكرت يقول لك قاتل او صارع من اجل نفسك لا تسمح للاشخاص ان يضيعون عليك الوقت الثمين الحياة الجديدة اللي مع الشريك الجديد الوظيفة الحالية اللي فيها الكثير من الفرص لا تخليهم يقللون من مستوى ادائك اوكي لا تسمح لهم وايضا لا تنخرط معهم في الصراعات او النقاشات لان هادلين الناس احس انه دائما رح يكون عندهم نقاش معاك دائما عندهم قصة او شيء او شبث او عذر يفتحون معاك في محادثة ويضلون فيها هذا هو التحذير لك التحذير الثاني لك او النصيحة الثاني انه نعزل في عملك في عملك وان كنت محادث بالناس ولكن خلك شوية غامض كل ما قل كلامك كل ما قلت فرصة هذلين الاشخاص ان يفتحون معاك اطراف الحديث هذه هي نصيحة التارو الذكية او الذهبية لك انت او كي تحت ملك النار عندنا فارس الاكواب وجودهم تحت بعض يقول لي ان تاخذ طاقة ملك النار انزين جدا مسموحه لك في الفترة القادمة الملك الصريح المستقل اللي ما يحب وما يقدر اي شخص يضيع وقته وطاقته تعرف ليش؟ لان كل شيء في الفترة القادمة لازم يمسك انبع من حبك لذاتك من حبك لعملك الجديد كأنما حط نفسك دائما بين خيارين هل اختار الشخص الجديد الحياة الجديدة اهم بالنسبة لي العمل الجديد الفرص الجديدة ها المالية العاطفية هذي اهم بالنسبة لي ولا اشخاص راح اتكلم معاهم دقيقتين يكونون موجودين في حياتي بشكل مؤقت وبعدين اعرف ان دائما راح يخرجون او ينسحبون دائما اسأل نفسك السؤال الكبير وافعل من اجل نفسك يا برج الميزان تحرك من اجل نفسك اهني تاخذ طاقة اكتف الطاقة الاكتف هي دائما طاقة التدخل السريع تدخل اختار من بين كلها الاكواب انت انتق انتق الاشياء او الاشخاص اللي لازم تعطيهم اهتمامك بشكل سريع وتساعدهم تنهي لهم الطلبيات من الاشخاص اللي حاولون فقط ان يضيعون وقتك تنهي لهم اخر ايكا اذا اتحب لك نصيحة اخيرة يبرج الميزان موضن سبعة الاكواب فارس الماء ياخذ كوب واحد ينتقي المشاريع اللي يعمل عليها العلاقات اللي تدخل في حياتها انتق تصرف وكأنما شريكك موجود الآن هنا يقول لك وإن كنت لم تحصل على كل ما تتمنى في هذه الحياة لحد الآن مجموع الثلاثة والسبعة عشرة عشرة الاكتمال أنت موجود شريكك معك ويحبك والحياة كلها بخير لازم تتصرف أن الأمور اللي تريدها في الحياة حدثت لك تدري ليش؟ لأن هذا بيكون مثل الحماية لك إذا تتصرف بتهور وتسمح للآخرين أن يدخلون يخرجون من حياتك على كيفهم يضيعون وقتك على كيفهم أنت مش واعي أن هذا يأخرك عن دخول الشريك الشريك اللي في النهاية راح تكون سعيد معه الشريك اللي راح يسعدك وتسعده يقول لك Whether you have someone in your life or not بغض النظر عندك أحد في حياتك أو لا Act as if they are with you so you will always consider them تصرف كأنهم موجودين ولهم حق عليك لهم حق في أولوياتك في وقتك لهم حق في الطاقة طاقتك أنت وين توجههم مع من عملك يجب أن يكون هادف في الفترة القادمة كل شيء لغرض عندك ثمانية تلخماسيات لا تنسى سوى كل شيء بثقة وبغرض وبدون أن تسمح لأحد أن يتلاعب بالأساسيات اللي وضعتها لنفسك لأن في النهاية الشريك سيدخل في حياتك في وقت ما هل تريد أن يدخل وأنت لحد الآن الأمور عندك مكركبة وصلك فترة تسمح لهاي الناس أن يساوين اللي يساوينه في حياتك ولا يدخل الشريك في حياتك أنت عندك صفحة بيضة وعلى أتم الاستعداد شكرا عزيزي برج الميزان أتمنى لك